خمسة أعوام من أول بطل محمد بن محمد عبدالله صالح ما يزال في سجون ميليشيات الحوث الإرهابية أسر حرب تم منع التواصل به أو إدخاله ضمن كشفات التبادل أو حتى التعاطي مع قضيته من الحوثين الذين ما يزالون يرون في شخصه بطلا يمنيا واجههم في انتفاضة ديسمبر بكل ما أوتي من قوة وثبات إلى اللحظة الأخيرة برغم جراحه التي ألزمته سرير المرض في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء خمس سنوات يمكث فيها أبطال ديسمبر من المخلصين مع الله والوطن وإلى جوارهم محمد صالح وابن شقيقه عفاش طارق في سجون الحوثيين بعدما رفضت الميليشيات كافة الوساطات أو التعاطي بالتطمين وفي مقابل ذلك تخوض عائلته ومن خلفها رجال الرجال معارك الشرف والبطولة ثابتين على العهد متحدين لكل الصلف فالفرسان لا يعيشون إلا بشرف وحين يقررون الموت فلا يقبلونه إلا وهم واقفون من المقاتلين إلى الصحفيين ما تزال سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية تتسع لآلاف المعارضين ممن يحبلون أقلامهم ضد كهانوت العصر ملاحقة واستمرارا في الاحتجاز صم الحوثيون آذانهم عن كل مطالب لأهالي الصحفيين الأربعة وذويهم ووساطات محلية لمشائخ وعقال وسياسيين كما ضرب الحوثيون بكل المطالبات الدولية والمنظمات العالمية بل واستخدم الحوثيون أسماء الصحفيين والناشطين في مفاوضات وهمية معتقلات الحوثي لم تقتصر على الرجال فقط فقد خصص الحوثيون للنساء أيضا معتقلات يمارسون فيها أرض للسياسات التي لا تتناسب مع الإسلام ولا ينص عليها لا سلف ولا عرف بشكل لا يتناسب أيضا مع أخلاق اليمنيين وقد كشف مجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين عن اعتقال الحوثيين لأكثر من 1700 امرأة يمنية في سجونهم من سيطرتهم على صنعاء في العام 2014 وحتى اليوم وبالحديث سياسيا عن ملف الأسرى والمعتقلين يظهر من خلال التعامل الأممي في اليمن أن ملف المعتقلين هامشي ويرى البعض أنه مجرد إشغال للعامة في حين ركدت التحركات السياسية يموت هذا الملف بمجرد فتح ملف التفاوض فقد تم إغلاقه تماما مذ بدأت الهدنة الإنسانية في اليمن وتم نقاش القضية اليمنية كملفات كل فرع منها على حدة لذا وصل الحال بملف الأسرى والمعتقلين ليكون غائبا عن الهدنة الإنسانية لأكثر من 120 يوما برغم أن هذا الملف يتم من خلاله امتحان النوايا والسلام عبره يستخدم الحوثيون سجونهم ومطالبات الإفراج لغرض ترهيب العامة من بسطاء الشعب في محاولة لإثبات سطوتهم وقمعهم لكافة من يقاتلهم كان بسلاح أو بفكر أو بمعارضة من قريب أو بعيد لتثبت بذلك الحوثية أنها نهج وسلوك يعتمد في السيطرة على الإرهاب والتخويف الذي يترافق مع سياسات التجويع والإفقار ونهب الحقوق والفجور في الخصومة معتمدين على نهج سلطة الافتراس والترهيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة